بعبارات السنكار ورفض شديد اللهجة ردت الحكومة على ما وصفته بمحاولات الإساءة لمقام المرجعية الدينية العليا من قبل القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية والتي زجت بصورة للمرجع علي السستاني مع شخصيات أخرى ضمن بنك أهدافها المستقبلية وما أنبثت الصورة في إحدى النشرات الإخبارية للقناة الإسرائيلية عجت مواقع التواصل الاجتماعي برفض ما وصفه رواد تلك المواقع بمحاولات استفزاز للشعب العراقي كون المرجع السستاني يتمتع بمقبولية لدى مختلف وجميع شرائح المجتمع ويشار إليه بربز الاعتدال والوسطية وهو أيضا ما دفع الحكومة إلى التحذير من أن تلك الاستفزازات يمكن أن تشكل خطرا حقيقيا يهدد السلم والأمن بيان الحكومة الذي جاء بلهجة شديدة حمل دعوة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجمل المحافل الأممية والدولية لرفض واستنكار كل ما يمص مشاعر المسلمين في العالم ومحاولات النيل من الشخصيات ذات التأثير والاحترام العالمي كما أكد أن تلك المحاولات والإساءات لن تغير من موقف العراق الثابت والمبدئي إزاء كل القضايا المصيرية وما تحتاجه من دعم وإسناد على مختلف المستويات ترجمة نانسي قنقر